السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله سنحضر على الدعم السكن. الدعم لهذا السكن لهذا البرنامج اللي ما بين الفين وعشرين تل الفين وثمانية وعشرين. يعني اوتوماسيك مو سيطلغى ذاك ذاك الدعم اللي كان قبل. اللي هو معروف. اللي كان كانت الدولة كالدعم مباشرة للمنعش العقاري. يعني اي ابرتمون كانت الدولة كتعطيه اربعة المليون على اي ابرتمون باعها. يعني مثلا خمسة وعشرين مليون. باش كنت انت متان كتاخد لأبرتمون. يعني ان الدولة كانت كتعطيه اربعة المليون للمنعش العقاري. يعني كانت محسبة بحالي قلتي تسعود وعسين مليون. هاد الدعم هادا كان كياخدو المنعش العقاري. دبا الدولة اه اتعطيه دعم مباشر للزبون يعني اللي غيشري. هو اللي غدي ياخد هاد الدعم المباشر. يعني باختصار. غادي نحضره باختصار. يعني بالنسبة للناس. سواء المغاربة الموقفة. تال مغاربة المقيمة في الخارجة هما يعني هاد الامر هادا. بالنسبة للناس اللي غدي تشري بثلاثين مليون او اقل من ثلاثين مليون. غادي يستفدوا من دعم مباشر ديال عشرة ديال المليون. وبالنسبة للناس اللي غدي تشري باكتر من ثلاثين 30 مليون و 70 مليون يعني محددين المال بلافون 70 مليون يعني لكثير من 70 مليون يعني كش هذا الدعم هذا ستستفيد بسبعة ديال المليون وهذا الدعم يكون طبعا عن طريق النوطير يعني يكون هذا الدعم عن طريق الموثيق بعدما يتأكد بأنه ما عندك لا ملك لوالو أنت وزوجة ديالك يعني يحتز وجه ديالك سيشوفه وش عنده شي ملك ولا لا نحن نظره على العقار هنا وش ما عنده بشي سكان ولا لا وغاد يكونوا طبعا الشروط اللي من بينهم عدم بيع العقار أنا ربما غاد يكون كما كانوا الشروط اللي قبل اللي كانوا على داك الدعم اللي قبل من 2024 قدري كنت تسرط هذا اللي هو عدم بيع العقار على الأقل مدة خمس سنوات والعداء والكيراء دياله تعوى ما يمكنكش تكريه ولا تبيعه ربما مدة خمس سنوات كانت مني عجبكم هذا الشرح هذا البسيط السلام عليكم ورحمة الله شكرا